تسأل تقول هل صحيح بأن صوت البرق هو صوت الملك في الواقع وما حكم الخوف من أصوات البرق أشواق من اليمن بارك الله فيك الوارد الرعد أما البرق يقول جل وعلا ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا فالبرق مخيف وأيضا يطمع فيه الناس لأنه في الغالب أن المطر ينزل بعد البرق المطر ينزل بعد البرق فالناس أمام هذا البرق وهي آية من آية الله عز وجل ما بين خوف وطمع خوف من هوله وصوته وصورته أيضا المرعبة وأيضا طمع في أنه سيأتي بعده الغيث بإذن الله جل وعلا أما الرعد فورد في حديث حديث هذا منهم من يصحه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من يصحح وقفه إلى ابن عباس أن الرعد ملك بيده مخراق من نار فلذلك أنت تقولين هل البرق ملك لا الرعد هو الذي ورد فيه والحديث كما ذكرت لك منهم من يصحح الحديث وقال حسنه جمع من أهل العلم وليرون بأن هذا الحديث حسن مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من يضعف رفعه ويوقفونه على ابن عباس وبعضهم يجعل هذا من كلام بني إسرائيل أو من الإسرائيلية لكن عموما ثبت الحديث ولله الحمد وهذا آية من آية الله وهذا الملائكة عالم غيبي الملائكة عالم غيبي والله عز وجل على كل شيء قدير وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع